بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا يوم استبت هو يوم السعادة يوم أصحاب السعادة يوم أهل الإقبال على الزواج وكمان الإقبال على تجديد الحياة الزوجية وعشان كده احنا دايماً أهدفنا في هذا البرنامج هو الوصول بالسعادة للشباب وتأهلهم بصفة عامة خصوصاً فيما تعلق بالحياة الزوجية مش أنا الوحدي اللي بعمل كده في الحياة الدولة كلها بتتدافر عشان تدعم الشباب بكل ما لديها من قوة ليه طيب عشان في الحقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرته بالشباب وعشان كده احنا شفنا حاجات كتيرة جداً جداً من أبرزها مؤتمرات الشباب والنهاردة شفنا خبر أن الجمعية العامة لأمم المتحدة اعتمدت قرار حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودرع في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز وصولهم لأفضل مستوى من مستويات العمل وكان التجارب فيما يتعلق بالنص على التجارب في مؤتمرات الشباب ومنتدات الشباب في مصر كان في وسط هذا القرار والترحيب الشديد بما قامت به مصر في منتدات الشباب منتدات الشباب في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب وتحت الفرص لهم لتطوير قدرتهم وأنا كنت عمر الورداني كان أحد البرامج التي تتعلق بالشباب في أحد مؤتمرات الشباب فجأت أني صورتي موجودة في مؤتمر الشباب إيه الحكاية صورتك موجودة ليه أصل أنت في برنامج مودة اللي هو برنامج التي تقوم بالدولة بدعم الشباب في مسألة مقومين على الزواج صحيح إحنا ذلك الترحيب وتلك الإشادة بما قمنا به في مسألة دعم الشباب بشكل واضح فيما يتعلق بمسألة مؤتمر ومنتديات الشباب كان أمر عن جدارة لأن إحنا خايفين على مستقبالنا ولذلك إحنا بندعم فكرة الأمل وبندعم كمال الشباب عشان يوصلوا إلى أفضل مستوى وتظل حياتنا هنا في مصر شايفين إن الشباب قيمة إضافية وشايفين إن الشباب حل وشايفين إن الشباب مفتاح من مفاتيح السعادة وشايفين إن الشباب على طول مدد من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة وعشان كده اهتمينا اهتمت الدولة بمؤتمرات الشباب الأربعة بنسخ والأربعة في الشرم الشيخ وكان على طول ده ملاحظ من العالم كله تعالوا بقى نكمل كلامنا مع الشباب والنهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 فيما يتعلق بمسألة السعادة الزوجية احنا عندنا مهارة شوية مهارة بتاخد وقت وقوة والمهارة دي على فكرة لا تبدأ في أول يوم جواز المهارة دي بتتبني وعشان كده المهارة دي ما ينفعش نتكلم على أي بيت من غير ما البيت دي يكون حضرة فيها دي المهارة البيت ما بيقدرش يمسك نفسه ويكون قوي غير ما المهارة دي تكون موجودة عند الزوجين من أول مقبنة عزيزة أنا بنتكلم معهم في هذه المهارة بنقول لهم قانون كده النضوج لا يكونوا مكتملا في أول ساعة من الجواز وما ليه اللي يحصل النضوج ده بيتبني بيتبني بشكل واضح وبيتبني بقوة وعشان كده كان من أهم أركان النضوج هو بناء الثقة الزوجية وهي دي المهارة اللي عن التكلم معنا النهاردة اللي هي مهارة بناء الثقة الزوجية ايه حكاية المهارة دي؟ احنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مهارة التوافق على الأدوار الزوجية وناس كتيرة رد فعلها كان مبسوطين جدا جدا في هذه المسألة لكن مش هتكتمل الكلام عن توزيع الأدوار الزوجية إلا لما نتكلم عن المهارة اللي احنا هتكلم عنها النهاردة وخاصة ان احنا نتكلم عن بداية الحياة الزوجية أو بداية الجيل التاني من الحياة الزوجية اللي هو التجديد الزوجي والنهاردة عن نتكلم عن المهارة دي لأنها مرتبطة جدا بتوزيع الأدوار الزوجية وهي مهارة بناء الثقة بالمناسبة يا سادة بناء الثقة بين الزوجين بيخليهم يقدروا يوزعوا الأدوار الزوجية مش بس بيقدروا يكونوا سعداء والسعادة ما بتحصلش لدى الناس غير لما بيبقى عنده ثقة بمن يعيش معه ليه؟ لأنه إذا ما كانش عنده ثقة في اللي بيعيش معاه ما ننتظرش أنه هو يحس بالحب يعني ما ينتظرش أنه هو يحس بالحب ما يحس بالأمان إزاي؟ وخاصة لو الشخص ده بيرفكشانست بيرفكشانست يعني بيبقى ساعي للمثالية بيكون صعب أنه يدي الثقة لحد غيره وبالدالي بيحبوا يعملوا كل حاجة بنفسهم فبناء الثقة معاهم بيبقى صعب ولذلك أنا عندي قانون أن بناء الثقة الزوجية صناعة ثقيلة يعني إيه صناعة ثقيلة؟ يعني لا يبنى بكلمة بعض الأزواج يعملوا حاجة مش لطيفة أنه يجي يقول لي زوجته أنت بتسق فيها ولا لا؟ السؤال غلط الثقة ما بتحصلش لدى الزوجة بسؤال وجواب لكن بتحصل بالعشرة وعشان كده الثقة من بين الزوجين بتخلي علاقتهم ببعض أهدى وأكثر استقرارا لما كل واحد فيهم يعمل إيه؟ يكون واثق في التاني السيدة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الثقة بزوجته يقول على السيدة خديجة أنه كان واثق فيها فلما حصل لما حصل له نزر عليه الواحد راح للسيدة خديجة فقال لها دثروني دثروني زملوني زملوني فشف بها ماذا سقت السيدة خديجة في رسول الله فالتلو لا لقد خشيت على نفسي بياب أنت وأم يا رسول الله فالتلو السيدة خديجة لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقر الضيف وتعينه على نوائب الحق شوف في مدى ثقتها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ها بتكلم عن حبيبها حتى الآن لم يكن نزل الواحي على رسول الله فإنه حصل شوف مدى وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وثق فيها فلما عرضت عليه أن يذهب إلى ورقة بن نوفل وافق ثقة من رسول الله عليه وسلم في رأيها هذه الثقة ثقة عجيبة ونزاك إذبنت ونزاك السيدة عائشة لما جدت تتكلم على السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة بها لا تنتهي فظهرت ثقة حتى بعد انتقالها قالت له يا قد أبدالك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدالك الله خيرا منها شوف ماذا الثقة العميقة التي بين الرسول الله وبين السيدة خديجة استمرت حتى بعد الموت فقال أنا قد وستني بمالي حين منعني الناس وصدقتني حين كذبني الناس يا ثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اللي تبانى بينهم تبانى بالعشرة ولذلك أكتر حاجة تبني الثقة هي العشرة طب تعالوا نشوف بقى إذا كنا عايزين نتمرن بقى على مهارة بناء الثقة الزواجية نعمل إيه نعمل شوية إجراءات أول إجراء إجراء يبدو لكثير من الناس بعيد عن هذه عن هذه المهارة لكن هو إجراء في صلب هذه المهارة وده يحتاج أن الواحد يمسك لسانه شوي ويحتاج أن الواحد يكبح جماح ذلك الإفراط في الأحكام والنقد ولذلك أول إجراء أو أول سلوك عشان تكون أنت بتبني الثقة بينك وبين زوجتك وبينك وبين زوجك تجنب الأحكام ما حدش يحكم على التاني ليه طيب إحنا مش في محكمة من أول بص الأزواج وبعد كده يسأله وهو إحنا ليه مش واسخين من بعد من أول لحظة هي يعيني خايفة إن هو هيحكم بإيه على الأكل بتاعي ويقول الحمد لله الرجالة ما بتقدمش خبر أول ما تحط الأكل يقولها إيه ده إيه ده إيه ده إيه الأرب طب خلاص ما وهي أول ما ييجي أول ما ييجي متأخر كنت فين نحن يعني نبتدي ما فيش ثق أحكام 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 لا لازم يزق فيها ولازم عدم إطلاق الأحكام هو اللي بيخلي الناس يبتدوا رحلة الثقة وكأنه إيه اللي حاصل عدم إطلاق الأحكام بيعمل إيه بيكسر حاجة اسمها الصور النمطية الستيريوطايب يكسر الصور النمطية اللي عند كل واحد فيهم ويخلي الصفات السلبية تتلاشى فنبدأ على النظافة نبدأ على إيه نبدأ على طهارة من كل الصور الزهنية التي تضع في الثقة في الآخر فلا للأحكام ييجي واحد يقول لي طب إزاي لا للأحكام وأنا في الحقيقة أنا شايف إن هي قريبة من الصفات دي أنت اللي مقربها وإنت اللي مقربها فلذلك بلاش ده ما أنا خايف برضو إن أنا أحط ثقتي وبعدين ثقتي بتبقى في غير محلها طب موضات ولا عزب الله من مرسواس الشيطان إحنا إيه اللي يخلينا نفترض إن الشخص اللي معايا في بيتي ده مؤذي فدوات لازم نجنب الأحكام دي كلها وعلى فجرة كل واحد بيفهم ده فنتوقف عن إطلاق الأحكام حتى بيننا وبين نفسنا ودي محتاجة تدريب محتاجة تدريب إحنا لما بيجي واسوس الشيطان لنا بيقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب لما يجي واسوس لنا إن إحنا نشوف شركاء حياتنا سيئين نقول الحمد لله رب العالمين عشان ده نعمة من نعم ربنا فإزاي نعمة لربنا عيد دهاني هتكون بهذا الصورة السلبية الشريرة التي نتكلم بها فأول حاجة نتوقف عن الأحكام تاني حاجة ندعم شعور الزوج والزوجة بالأمان الثقة مرتبطة جدا 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 بشعور الإنسان بالأمان محدش هيبقى واثق في حد وهو مش شعر بالأمان ولذلك مع الزوج أو الزوجة اللي بيتعامل بيها كل واحد من الزوجين لازم يشعر بالأمان ولو شعر معه بالأمان هيكون قادر إن هو يثق به أنت بقى إزاي تخلي شريك حياتك يشعر بالأمان أول حاجة ببساطة خالص بلاها الكذب بلاها اللف والدوران أنت شخص عايز الشخص اللي قدامك يشعر بالأمان بلاها الأشياء الذي يتضايق منها بلاها وعلى طول حاول بقدر الإمكان إن أنت تكون مبادر إلى ما يحب فالمبادرة إلى ما يحب شريك الحياة تخليه يشعر بالأمان إن هو مش في تهديد إن هو مش هيجوع إن هو مش هيتعب جوع أنا أقصد الجوع العاطفي وإزاك رسول الله عليه وسلم كان يبادر مع السيدة عايشة على طول ويجاوب لها على أسئلتها قبل حتى ما تإيه قبل حتى ما تكلمه يبقى لازم يشعر إن هو معاه أمان ومش ضده وده شيء مهم جدا جدا الحياة الثالثة والسلوك التالي في المهارة دي عدم التالي بالمهارات والمعارف يا الله على اللي بيحصل طبعا الستة خايفة إن زوجها يشوف حد أحسن منها فطول الوقت بتعمل إيه طول الوقت عادة تقوله هي شطرة في إيه وكويسة في إيه وسعادة تقوله على فكرة أنا أعرف منك بالموضوع الفلاني ده فهو يروح قايم يروح إليها كلمتين تحس إن هو بيكسرها وإنه بيخليها تفهى وبيخليها ما بتفهمش طب ليه؟ عشان كل واحد شايف إن التاني هيحبه لما يحس بالقيمة الإضافية اللي هو بيقدمها له في حياته فلازم يحسسه إن هو أكثر معرفة منه إيه هذا العبس ده؟ ده ما يبنيش الثقة خالص ده يبني إيه؟ يبني الانتقام يبني المخاوف يبني الرعب ولزيك مهارة مهمة سلوك مهمة جدا في هذه المهارة عدم التعالي شوف حضرة النبي كده شوف حضرة النبي هو بيتعامل مع السيدة عائشة يتعامل معه إزاي؟ لدرجة إنه ويقبل إن سيدنا أو بكر يجي حكم بينها وبينه عشانه ما يحسسهاش بالتعالي فييجي سيدنا أو بكر درجة إنه هي من شدة شعورها بعدم تعالي حضرة النبي وتواضعه فيقول لها أتكلم أم تتكلمين أم أتكلم أنا؟ قالت له تكلم ولا تقول إلا صدقا شوف شعورها بإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها هو حضرة النبي ينفع لحد يقول له لا تتكلم إلا صدقا ما ينفعش ولزيك سيدنا أبو بكر انفعا انفعالا شديدا وهم أنه يضربها راحت مستخبية وراء حضرة النبي فيقول له يا عدوة نفسك من يصدق إذا لم يصدق رسول الله فإلا حصل فاتخبت ورحضت تخبت ورحضت النبي ليه؟ بس بق شوف المشهد هي لأنها تحب رسول الله ولأنها تثق فيه ولأنه بنى الثقة في قلبها شوفوا لما قال لها كنت لكي كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقكي بنى الثقة بينهم بينهم فإلا حصل فلما تعرضت للخف الروع براحة مين؟ مستخبية وراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محتمت فيه آه مختلف معاه بس يتحتمي فيه ليه؟ وثقة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومصدقاه فإلا حصل فلما يمشي سيدنا أباكر يقول له أرأيت كيف حميتك من الرجل فتبتسم وتفرح وخلص الموضوع فييجي سيدنا أباكر يقول له يقول لهم كده هلأ أشركتماني في فرحكم وكما أشركتماني في حزنكم يعني أنتم زي ما بيقول كده المثل المصري يعني في الهب مدعية وفي الفرح منسية ما تقولولي ما تفرحوني معاكم بدل أنتم بتتحكم لكن الشاهد من ده أن السيدة عائشة لما حبت تهرب من أبيها سيدنا أباكر ما لقيتش غير ظهر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ وثقة فيه لأن حضرة النبي ما كانش متعالي عليها يبقى ترك التعالي ده بيشعر بيشعر الزوج والزوجة بإيه؟ بأنه هو في أمان السلوك الرابع معرفة شريك الحياة بشكل واسع لازم يتعرف الشخص على شريك حياته بيحب إيه بيكره إيه وإيه لأشياء اللي هو لازم يعملها عشان شريك حياته ما يزعلش لكن لما يحس الشريك الحياة إن الشخص ده ما يعرفنيش يحس بتهديد لأنه ممكن في لحظة من لحظات يخاف إنه يعمل حاجة مفاجأة كده تهدي كل حياتي واتدمرني السلوك الخامس إنه يدعمه عند الاحتياج لما لما يحتاجه أول واحد يلاقيه قدامه يا سلام لما يحس إنه هو معاه يحس إنه دايما واثق فيه واثق بإني هو جاي دلوقتي فيبص يلاقيه قدامه على طول لكن لو طلب إنه أحد يكون ليه داعم ولا حد في ظهره فيبص يلاقي إيه؟ يبص ما يلاقيه شريك حياته وما يلاقيه زوجته وما يلاقيه زوجه يحس بالخزلان وإن فيه حد يكون محتاج دعم من شكل حياته وما لاقيهش منه دا وبالذات في أوقات الشدائد والاحتياج والأوقات دي لما بيغيب الدعم فيها بيخصم بشكل كبير جدا 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 من ثقتهم ببعض سادس حاجة المصارحة والوضوح لازم يكون بينهم مصارحة ووضوح ما فيش للف وردوران ولا أي أجندات خلفية لازم يبقى المسألة فيها وضوح لأن الوضوح دا والصراحة هو اللي بيخلي الإنسان يحس أن ما فيش حاجة تطلع له كده فجأة ممكن تهدده وممكن تتعبه ولازم دا يكون واضح مش معناه في شاء الأسرار والغاء الخصوصية لا 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 دا معناه أن كلامه يكون واضح ومريح من غير أي تخبير الست حاجات اللي احنا قلناها من دولة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ازاي نازق في شركاء حياتنا لما طلب صلى الله عليه وآله وسلم من النصيحة من ستنا مسلمة وكان واثق أن رأيها أثناء صلح الحدابية وأخذ بيه تخيل كده السيدة مسلمة بتفكر إزاي معقولة حضرة النبي عمل كده معايا معقولة واثق بيه كل دا ونفس الكلام لما حصل مع ستنا السيدة خديجة هي اللي قدرت مشهد ما بعد الايه مشهد ما بعد الوحي أول ما نزل الوحي هي اللي قدرته ونزاك حضرة النبي كان شايل دا في قلبه ونزاك كانت هي أول من أسلمت من النساء يعني هي أكتر حد وثق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان شايل دا مش عشان يعرفنا بس فضل السيدة خديجة لكن عشان يعلمنا أهمية ثقة كل زوجة بزوجة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دعم لزوجاته فدعم السيدة عائشة وتعلمت من حضرته كثير في الشرع الشريف واستطاعت أنها تروي الحديث عن حضرته مش بس دا السيدة عائشة خالفت الصحابة اللي هم بعضهم أكبر منها بعدد من العقود من الزمن اللي أكبر منها ب20 سنة واللي أكبر منها ب30 سنة وخلفتهم لدرجة أن الإمام الزركاشي عمل كتاب اسمه الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة يعني إيه دا يعني إذن السيدة عائشة بسبب دعم حضرة النبي خدت أعلى الدرجات العلمية وبقت أشهر عالمة موجودة في الصحابة عشان كده الثقة ما بين الزوجين مش تحصل في يوم واحد دا مواقف بعد مواقف ويحصل ما بحبش كلمة التراكم قد ما بحبش البناء بحب البناء تتبني لابنة فوق لابنة لغاية ما العشرة تزود كل دا فتزداد مع الأيام واللياري الثقة لكن كمان في مواقف بترفع الثقة بشكل كبير أول ما بتحصل زي مواقف الدعم وقت الايه وقت التهديدات الجسدية والمادية وتعلمنا من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء مهم إننا نعيش بيها حتى في بيوتنا المسلم والمسلم ايه كالبنيان يشدوا بعضوه بعضا شوف كده شوف كده الدعم والمسندة شوف الدعم والمسندة بتوصل لحد ايه طب نعمل ايه عايزين شوية إجراءات كده تنشط عندنا مسألة الايه مسألة الثقة كل واحد فينا احرص دايما على الصدق مع شرك حياتك ما بلاش كده بلاها لكده تاني حاجة اعتذر عن اي تصرف عشان ما يتولدش عند الشاق لما يكون تصرف ده خلط عشان ما يتولدش عند شرك حياتك الاحساس بعدم الامان يبقى الصدق والاعتذار تالت حاجة اجلس مع شرك حياتك واتفقوا على الافعال اللي بتزيد بينكم السقة انا بحب جدا جدا في الوقت ده ان انت تكون قريب معاي اه ده مهم يا او او ان ننتفق على ده رابع حاجة حاول تعمل جدوى الاسبوعي للمهام اللي طلبت منك او طلبت منك ونلتزم بيها عشان الانتزام بيها بيزود السقة لكن التفويت ده والتطنيش ده دهت من اكبر هوادم السقة خامس حاجة تجنب التهديدات المالية لشريك حياتك زي الحرمان من المصروف والعقاب حتى بانك انت تحرمه من ده كل الحاجات دي لو عملناها هتبقى سبب كبير جدا جدا من الثقة بيننا الثقة يا سادة عيشة الثقة بناء الثقة نمط حياة بناء الثقة مش كلام بناء الثقة افعال تجعل البيت مليان بالجمال تعالوا نتوكر على رب المتعال انه ينظر الينا بنظرة الفضل فيحسن مننا الاقوال والافعال حتى نكون من اهلي بناء الثقة على كل حال يا رب العالمين يا رب العالمين اكرمنا واجعلنا دايما من من يبنونا الثقة ويكونوا من اهلي النظرك بالمدد وبالمحبة حتى ننشر في بيوتنا المودة والرحمة بثقة بانك بانك يا ربنا قد امدتنا بنورك وبركتك يا رب العالمين بعد الفاصل يا سادة هنلتقي بأسئلكم ونباركة ونجيوب عليها واحنا في غاية الصرور باننا كنا محل ثقاتكم بان انتو تسألونا فنجيب ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي هي في الحقيقة بتساعدنا وتدخل السرور على قلبنا ومعانا كمان صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بتدقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل الجسل الممدود بنا وعشان نفضل دايما في بقاء في حضرة ومجالس مولانا سبحانه تعالى وناخد أول سؤال أستاذ صفاء أستاذ صفاء تفضلي أستاذ صفاء طيب أستاذ صفاء حاول تكلمينا مرة تانية أستاذ صفاء معانا السيدة مخالد مخالد السلام عليكم السيدة مخالد حاول تكلمنا مرة تانية يا سيدة احنا اتكلمنا طول الحلقة عن حاجة كتير من الناس بيستهينوا بيها ان احنا واحنا ماشيين في حياتنا نزود ثقتنا ببعض عدم التركيز على هذا الأمر بيجي بعد كده يحسس للشخص ان ما فيش رصيد الرصيد ده بيجي بايه بالثقة لما نفقد الثقة بنفقد الرصيد ليه طيب لان الثقة دي هي اللي بتخلي الواحد معتمد على ان فلان مش ممكن يعمل فيه كده الثقة دي اللي بتخلي الانسان هو قادر يستريح من غير ما يحس انه هو لو استريح ممكن حاجة تتهد لانه حاسس ان حد بظهره حاسس انه فيه حد معه وديه مش مهارة عند الشخص اللي هو بيكون واثق في الآخرين بس بس هي مهارة بالأساس عند شريكه ازاي هو يوصلوا الى هذه الحالة من حالات الثقة وهذه مسألة محتاجة تركيز شديد ومحبة طيب السيدة مخالد رجعت لنا تاني تفضلي سيدة مخالد مرحب تفضلي السلام عليكم مخالد اي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي عبد الله فضل ونعم الحمد لله بقولي الحضرتك انا عم بذلك ابن ما بيرحش بيشير عشر فيام ويقع الثاني على طول كده ما عربش ايه اللي معص في حيات الشغ يعني يعني هو لما استني لما بيروح الشغل بيقعد عشر تيام ويمشي اه بيمشو هما من نص معي ومشكلة كده لهم اخذ ورقك ويمشي طيب وبعدين فهو كده على طول ما عرفش ايه السبب بقى السؤال الثاني انا دلوقتي بنت كان اه بس يا مخالد يا مخالد ما عليش في السؤال الاولان فقالت لي منبرس عشان يواصل معا ونتكلم مدرس وقلت له الا اخد خمسمة جنيه انا انا ما عايش بخمسمة جنيه جي لما الواس سأط ابقيتش تكلمني خالص وقال بقى السؤال حتى بكلمها حتى انا على الحظ انا اتكلمني خالص نهائي بص يا مخالد هي كان متصورة ان انت معاك فلوس وخبتيها منها ايو بتحسب انا معايا فلوس انا معايش انا فت عندي ستين سنة وعجل جزء متوفي طيب وعايش الوحدية طيب فين سؤالك يا حاج المخالد وعايش علي يعني ايه ربنا بيرضعني من اهل الخير طيب ايه سؤالك فين يا حاج المخالد اقل هي ليه حق في ان هي تزعل منك ولا لا انا ما عندك عش طيب فانت بتسألي وانا قلت لها بيعافين الفلوس وانا هتجيل وانا ما معايش يا بنت طيب فانت بتسألي مرض ما بترنش علي ولا 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 خليني حتى قريني عليها طيب سؤالك هل هي هل هي كده ليها حق ولا ملقاش حق اي طيب خلاص انا كده عن طرس حقها ولا ايه طيب انا 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 اجاوبك على السؤالين يا حاجة مخال السؤال الاولاني دوت بس عشان خلينا نقول السؤال الاخرين نبقى على طول كده لا هي ملقاش حق ان هي تعطبك في ده ليه لا يكلف الله نفسا الا وسعاه انت مش واجب عليك ان انت تعملي ده مدوم انت معكش مال فانت ليه ببساطة خالص هي تشوفك ملزمة بده لا انت مش ملزمة بده خالص وانت اللي انت عملتيه دوت يعني اللي انت قادر عليه انت قلت له هاتف الفلوس وانا اديك الفلوس دي السؤال الاولاني كان اذا السؤال الاولاني بتاع حضرتك كنت بتقولي ابنك اللي بيتفصل من الشغل ده انا شايف ان فصل ابنك من الشغل ده احنا عايزين بس ندقى فيه شوية ولزاك انت لما كنت بتسأليني السؤال ده كنت عايز اسألك سؤال رفيع كده يعني هو بيفصلوا في الشغل انه بيعلوا صوته عليهم وبيشتبك معاهم وبيزع معاهم فبيفصلوه في الغالب ابن حضرتك محتاج دعم نفسي يعني لو تكرر ده عشان انت تلاحظ الكلام ده يبقى لازم يتكرر اولا مدة الفصل مدة صغيرة انه تفصل بعد عشر تيام الامر ابنك يروح يشوف شويتين تلاتة حد يعمل له دعم نفسي يعني يعمل له دعم نفسي دي يشوفه وليه بيحصل كده لان ببعض الاحيان بيبقى عنده مشكلة ايه المشكلة اللي عنده انه مش متصور انه يبقى له ريس فمتصور انه مظلوم طول الوقت هو متصور ان الناس دي بتتعدى عليه فهو عنده انه ما عنده اتزان فيفصلوه فاذا كان الكلام زي ما بقولك كده يبقى محتاج دعم نفسي وبسرعة السيدة امو محمد من المينيا تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة وبركاته يا حجام محمد تفضلي الله يرضى عنك ويبارك فيك يا حج عايزك امو محمد امو محمد ربنا يجعله فسح الجنات وانزل عليه من الرحمات ويجعل قبره منزلا للانوار ومهبطا للأسرار ويجعله ان شاء الله في ايام سعادة وفرح وهنا ويفتح له بابا على الروضة الشريفة ليكون مع حضرة النبي بكرة وعصيدة ان شاء الله انا سمعت من حد ان السبحة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه سبحة انتوا ليه مسكين السبحة فيه ناس علجت على مسكين السبحة فيه حاجة تاني المصليات الجديمة اللي هي ما تبقى عندنا وتقدم استعمالنا ليها تتلجح تتعمل عادي مش هتنفعل الصلاة تاني حاجة تاني برضو اللي استغفر للميت ازاي استغفر للميت حاضر يا ست يبقى اول حاجة انت بتسألي على احنا خلاص دعينا وبعد كده مسألت السبحة لا السبحة اللي هي السبحة اللي بتتعمل في منطقة الحسين وفي المناطق دي كلها وعندي سيد يا ابو العباس المرسي وكده دي الشكل ده كان موجود لا كان فيه اشكال تانية يعني ستنا مسلمة لما يكون سيدنا ابو هريرة لما يكون عنده حبل فيه عشر تلاف عقدة ويجروا كده ولا لما يكون ستنا زينب عندها تمروا فبتنقلوا من هنا الهنا ما كل دي اشكال من اشكال السبح لكن هو ايه المشكلة دخلت اقولك ايه المشكلة المشكلة اللي عند بعض الناس هم مش عايزين الاشياء اللي بتكون عند بعض عند بعض المتدينين اللي هم ما بيمتموش لفكرهم فهو عايز يقولك ان السبحة دي بدعة لا السبحة مش بدعة ده بالعكس السبحة مستحبة وفيه ادلة كتير على استحباب السبح وفيه ادلة كتير على استعمال الصحابة للسبح ما والسبحة اذا كان مقصود بيها آلة التسبيح اه فالصحابة كانوا بيستخدموا آلة التسبيح انا ذكرت بعض الصحابة استخدموا آلة التسبيح يبقى ايذن فيه آلة التسبيح اه كان بيستعملها الصحابة وكان بيستعملها الصحابة وإذن إذا كان رسول الله عليه وسلم كان يحب الذكر وكان يعلمنا التسبيح وكان يعلمنا فاستخدام الألف ده ليس فيها مشكلة زي ما أنا ما استخدم قالت الكتابة في حد يقول لي استخدامك للألم في الكتابة ده حرام لأن ما كانتش فيه ألم بالشكل ده زمان لا سورة السبحة هي اللي اختلفت لكن مضمون السبحة وحقيقة السبحة موجودة من عصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال التاني اللي حضرك سألت عنه إن المصليات اللي احنا بنستعملها بنعمل فيها إيه انت بتقديدي أنا والله مستحرمة إن المصليات اللي بنصلى عنها للأحة يعني نرميها لا لو إن هي هتتحول إلي كركيب واتحول إلي كذا ليس فيها حرمة إن انت تتخلص منها ليس هناك حرمة إن انت تتخلصي من المصليات اللي انت بتصلي عليها لأن في الحقيقة صلاتك عليها رفعت وهي إذا بليت ليس هناك مشكلة إن احنا نتخلص منها ودوات مش هيكون فيها أي إث مسألة الاستغفار للميت بقى الاستغفار للميت هو الاستغفار الدائم استغفر الله العظيم اللهم اخفر لفلان اللهم تب عليه الله وإحنا بنعمل الكلام ده له عند قبري ونعمل الكلام ده على طول وحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فهو هكذا يكون الاستغفار نعم أستاذ هودا تتفضل ألو ألو تفضلي أستاذ هودا أيوة زكام الشيخ فضل ونعم الحمد لله ربني جزيك عننا يا رب خير الجزيك الله يرضى عنكم أنا دلوقتي عم الشيخ متجوزة بقى ل 11 سنة وكان ما يحصل مشاكل ما بيني بين أهلي وجوزي يمنعني اللي أنا روح والمهم يعني 11 سنة دول ما روحتش فيهم لأهلي يعني سنتين على بعض وقبل ما يسافر كان بيوديني لأهلي يومين بس في الأسبوع يعني هو مخترب يعني هو مخترب دلوقتي هو دلوقتي مخترب وما القبل كده ما كانش لسه سافر طيب فين السؤال السؤال هو دلوقتي من يعني طول ما هو مسافر منعني اللي أنا روح لبيت أهلي وأنا أبويا متوفي وأمي مريضة مع أن أنا ليا خمس بنات غيري وفي أخت يعني قريبة من أمي بس من زي أنا موجودة زي مع أمي في نفس البلد وهو بمنعني اللي أنا روح أشوفها طول ما هو مسافر خالص هو بيسافر مدة بيسافر مدة دي يعني 6 شهور لا لا يجوز له أن هو يمنعك من هذا حتى يعني الفقهاء بيقولوا لا يجوز ده لأنه ده تقعان على الإسم والعدوان لا يجوز أن هو يمنعك من صلة الرحم أنت بتكلمي في زيارة والدتك زيارة والدتك ليس له حق أنه يمنع أنا بسجله وبقول له لا يجوز أن أنت تمنع زوجتك عن زيارة والدتها والصلة رحمها لأن أنت لو أنك أنت عملت كده أنت بتدعاون معها بتمنعها من الطاعة وبتمنعها مش من الطاعة بس بتمنعها من الواجب الذي هو فرض عليها أن هي تبرأ أهلها وتصر رحمها فلا يجوز ده لا يجوز أن أنت تمنعها من بر الولدين فعلى أقل تسمح لها إن لم يكن كل أسبوع فكل شهر على أقل تزور أهلها وإذا أنت ما فعلتش دارك تكون آثما لو منعتها من زيارة أمها طول ما أنت مسافر تكون آثما ومش أقول الاستثناء لأن فرض الاستثناء أن هي تكون بتخيب البيت وأن هي تكون سمعتها مش قوي كل الكلام ده منعك لها من زيارة أهلها حرام حرام يعني إيه؟ يعني لا تمنع من بر أمها لأن هذا منع من طاعة الله سبحانه وتعالى نعم أستاذ أماني من القاهرة أستاذ أماني أستاذ أماني ممكن تفضل آلام عليكم أستاذ أماني زي حضرتك يا شيء فضل ونعم الحمد لله آآ بلتك أنا في خمسة سنة هي بتحب الحلعة في حضرتك وبتبقى يومين دس في الأسبوع بتتفرج على حضرتك فهي طبعا كل ما حضرتك تجي تتلم تتكلم عن الزوجة والمشاكل الزوجية فهي مرة آآ قالت لي يا ماما هو لي معلطول مش بتتلم غير على المشاكل الزوجية قلت لها طيب خلاص السفل دي والنستاذ السفل نتكلم على خمسة سنة والمراهقة قلت لها وقية منتظرة طبعا حضرتك تتكلم في حلقة عنها وعن السنها هي قولها سنة وعني فهي بتقول بس كل الكلام عن الأزواجي 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 ما فيش لنا خالص قلت لها خلاص حلقة اليوم الاتنين ليها لها تكلمت في حلقة اليوم الاتنين عن السن بتاعها ده كتير ومع ذلك تفضلي كملي هو الطلب بتاع أماني بتقول لك بايه طلبها ايه بقى ان انا اتكلم عن ايه حاضر على دماغي من فوق عايزة حضرتك تتكلم عن السن بتاعها اللي هو سن 15 سنة 15 سنة دايما مكسوفة دايما معندها حسكة جمدة في نفسها دايما بتبقى اوحكة جدا تتكلم مع حد صوتها ما بيعلاش خجولة جدا جدا حاضر حاضر انا نتكلم في كل ده ما نقدرش هي اسمها ايه اماني هي لدي ما تقوليش ان انا اتكلمي على ان انت اماني فانا طبعا قلت اماني طيب خلاص حاضر يا ستة اماني زي ما بقولوا اماني يعني الطلب رخيص والطالب غالي ان شاء الله نتكلم في كل اللي انت حضرتك تربطية يا ستة اماني وده شرف لنا على راسي ان شاء الله استاذ ياسر يتفضل السلام عليكم يا دكتور على راسي اهلا وسهلا استاذ ياسر جزاك الله عنا كل خير يا رب الله يرضى عنا السؤال فقه يا دكتور دلوقتي لو في رأي فقه واختلف في الفقهاء طيب من حي اختر اي رأي فيهم هو السؤال ده وان كان يعني سؤال فيه كده حركة انا عايز اقولك حاجة هو مين اللي اختار انا اللي اختار هل حضرتك سؤالي هل حضرتك درست انا بكلمك انا اخوك وحبيبك ها تمام تمام هل انت درست مبحث مبحث التعرض والترجيح في اصول الفقه لا طبعا استغفو الله العظيم وما لا ترجح ازاي طب هل حضرتك درست وقال انت درست التعرض والترجيح لا طيب اذا كانوا هم مختلفين مثلا زي مثلا القرء ده بمعنى الطهر ولا بمعنى الحيد حضرتك دارس علم المعاجم اللغة لا استغفو الله العظيم طب حضرتك درست مصطلح حديث عشان تعرف اي لروايتين ارجح لا طب طب ما جايز حضرتك درست مثلا علم زي علم مثلا البلاغة ونعرف ايه المقصود بهذا هل حضرتك درست علم بلاغة اه دارس علم بانهم دارس لغة عربية حلو اوي 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 يعني انت تعرف انواع الدلالات فعارف دلالة العبارة ودلالة الاشارة ودلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء هو بس يا دكتور هو انا يعني يعني انجو على بعض او لا بس برضو انت مش واضح ان احنا اصحاب يعني فانا بسألك اه اللع مش بالقوة دي يعني انا اعملت بالله انا اعملت بالله طب هقولك سؤالين بس صغنانين عشان نعرف نعمل الكلام ده ولا ما نعملوش والله اتفاض طب انت عارف مناهج المفسرين لا طيب يا سيدي احنا عشان نرجح ما بين الفقهاء لازم نعرف كيفية التعارض ما بين الاقوال ولازم نعرف تحرارات المذاهب يعني لازم على سبيل المثال مرة واحد جاء لنا كده مكتوب في الكتاب كده والله لا اقول لك حاجة لطيفة خالص والله اتوقع لواحد من داح الرجل قال لك يا سيدي يجوز لو واحد اهله يصلوا عنه قال له انه له ازاي الكلام ده يا ولدي الصلاة دي عبادة بدنية ما ينفعش حد ينوب عن حد فيها قال ما هو في الكتاب ايلينة هو في الكتاب الفقه هو ما في الكتاب واذا مات وعليه الصلاة ايه اللي حاصل كفر عنه اولاده قلت له كفر عنه ده لما يكون هو كان الصلاة دي صلاة منزورة فعليهم انهم يكفروا عنه وتكفرت يمين انا عايز اقولك ايه ان بعض الناس اللي بيقولون ان انت روح اختار من الاقوال الفقهية قد يكون هو عنده مشكلة في تحرير المذاب الفقهية ده احنا عندنا واحد زي النووي والرفعي قاعدين بيتخنقوا هو مين القول المنسوب للمذهب فكلمة ان المذهب كده او كلمة اختلف الفقهاء كده مش حقيقي والله ده كلام كده مش علمي كلام مش دقيق طب والحل ايه بقى اقول لك اقول لحضرتك حاجة الحل في الحقيقة ان احنا لما بنروح لطبيب لو حد بيتكلم بقى على كهنوت المشايخ هل فيه كهنوت للأطباء يعني للأطباء عندنا كهنوت يعني ما الأطباء بيختلفوا والله العظيم انا لسه بتعالج من شفايف واخد دوا كده واخد دوا كده وضرب المسألة فلو اختلف الأطباء انا اقول ان الأطباء دول عندهم كهنوت لانهم بيلزمونا بان احنا ناخد الدوا محدش يقول ان فيه خلاف هو نفسه والله هي فكرة المرجعية بس ما احنا بنعمل في الأطباء الأطباء في الأخ خالص بتكلموا عن أبدنا لكن العلماء بتكلموا عن دنا عن قلوبنا يا سيدي هذا ليس كهنوتنا ولكن نوع من أنواع التقدير والاحترام في حد أفتاني فأخدت بفتوته فلاقيت ان فتوته ده بتصلح حالي وبتغير حالي الى أسن حال فاحترمته اجا اقول له لا ما تحترموش واعتبر رجل ما تشكوك فيه ليه لمصلحة مين ده لمصلحة مين ما يبقاش عندي مرجعية لمصلحة مين انا ما ببقاش عندي ثقة في الناس او ان انا اختار اللي انا هو انا قادر طب انا ليه كنت طب انا سألك سؤال لو انا قادر على الاختيار ايه لي خلينا اروح للكتاب وقرأ فيه ما من ما نزلهم كده هو اللي يجي على هواية اعمله ما اذا كنت انا قادر على الاختيار انا ايه لي خليني اروح وابص في الكتب بلاها الكتب ارمي كمان الكتب انت منك لنفسك كده اللي يجي على قلبك اعمله وبلاها اسمع المشايخ ليه يعني اسمع العلماء وهي بتختلف ليه ما بلاها العلماء واروح انا يبقى الطريقة دي بتوصلنا في الاخر خالص الى ايه افرأيت من اتخذ الهه هواه ده الراجل اللي انا سمعته 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 وقلدته عشان ايه يا سيدي عشان هو عالم بس وإلا فنلغي بقى اقسام العلم اللي هو اقسام علم الفقه ده لان في الاخر خالص اذا كنا كلنا عن اختار يبقى ليه يبقى فيه تخصص في الفقه ولا الفقه المقار بلاها التخصص ده خالص والله بلاها ليه طيب كل واحدة يختار بقى ايه لازمتها ده زي ما نعمل كده في الطب ونعمل كده في الصيدلة ونعمل كده في الهندسة ونعمل في كل حاجة كده بلاها المرجعية خالص في اي حاجة بلاها ما حد اشترب من حد ده ابدا احنا بنقول يا سيدي اسمعني كويسة افسد احنا بنقول ان الفتوى من باب النصيحة في فرق أن أنا أفتيك وإنت تعمل أو ما تعملش أنت بينك وبين ربنا ما تجيش بقى تقول لي أن أنا لما أبزل مجهودي وأختار بناء على أصول علمية وأصول مهنية ومنهجية تتعلق بالفتوى تيجي تقول لي والله أنا ما أنا رجل وأنت رجل وحد قال لي أننا خلاف ذلك بس هو الحقيقة يعني لا أنا متخصص ومشتغل بالعلم الشرعي وبذلت عمري عشان في الأخ خالص أطلع أقول لك زي أي واحد مشتغل بأي فن وأي علم من العلوم النصيحة بتاعتي عايز تاخد النصيحة أخدها أنا ما لزمتكش ما قلت لكش لو أن أنا أفتتك بفتوى عملت بخلافها أنت عتروح النار الفتوى غير ملزمة لكن حد بقى يخلط ما بين أن الفتوى مش ملزمة وما بين أن اللي بيمارس ده لا اللي بيمارس ده حاجة اسمها خدمة مجتمعية الذي يمارس الفتوى يمارس خدمة مجتمعية والناس عندما تقدره تقدره لما يقدمه من خدمة للمجتمع واللي مش فاهم دينا فاهمناه مكلمناه بالتفصيل نعم واضح أستاذ ياسر يا سادة هلنا النهاردة تكلمنا ويبدو أن السؤال الأخير متصل بقضية الثقة بس احنا كنا بنكلم عن الثقة الزواجية الثقة اللي ما بين اتنين الثقة اللي ما بين زوجين هم في الحقيقة أحباء مش أعداء والثقة في الحقيقة كل ما تكون زيادة في الزوجين كل ما الثقة دي بتفتح عليهم أبواب السعادة والهنى والأمان أنا دايما بقول ما فيش حد هيحس بالأمان ولا بالسعادة وهو مهدد تعالوا نبني الثقة مع بعض وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل بيوتنا مليئة بالمودة والرحمة والخير لما هتتمنى بالأمان هيبقى عندنا إحساس بأن احنا الله سبحانه وتعالى من علينا بمدده وكرمه فنعيش غرقا في جمال الرحمن فيا رب اجعلنا دايما باب من أبواب الأمان وشارك حياتنا واجعلنا يا رب دايما في فضلك ونعمتك وفي حصنك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا في أمان بمددك على الدوام يا رب العالمين